كل سنة وكل عمال مصر طيبين وبخير العالم كله بيحتفل بعيد العمال النهاردة يمكن تاريخيا بداية الاحتفال ده كانت سنة 1889 لما كانت فيه مظاهرات فيه ولاية فلاديلفيا الأمريكية بيقولوا فيها 8 ساعات عمل 8 ساعات نوم 8 ساعات راحة اتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العملية حددت بعد كده هذا اليوم الأول من مايو عشان يكون عيد العمال بعد ما تم الاستجابة لمطالب هؤلاء العمال صحيح يا مصطفى احنا النهاردة هنتكلم عن مكتسبات العمال في مصر ايه الجهود اللي اتخذتها الدولة لتخفيف الأعباء عنهم بنرحب في فقرات النهاردة بسيد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال يعني هيا ازاي ادرت مصر انها تصلح هذا الارثاء الثقيل في هذا الملف تحديدا ده اللي هنعرفه مع دفتنا المعارضة في ستوديو سباعة الخير يا مصر صور خير يا مصر اهلا بحضرتك في البداية مهم جدا نعرف احنا كنا فين وايه المشاكل اللي كانت عندنا اللي بعد كده الدولة المصرية اشتغلت عليها من خلال استراتيجية محكمة ودقيقة بالتأكيد احنا يعني التاريخ النهار للعمال يعني ممتد من سنوات طويلة ويمكن مصر بتحتفل بعيد العمال بقى لهمية سنة تقريبا وده ما بيجيش وليد لحظة لا بل عكس بل كانت جهود كبيرة جدا لناس سبقونا وقدروا خلال المرحلة اللي فاتت انه هم يسطروا تاريخ من النور لمسألة العمل النقابي او العمل العمالي في مصر وانا يمكن شفت الفقرة اللي قابلة اللي هي كتخاصة بالخال عبد الرحمن الأبنودي وانا بشكركم عليها جدا لان ده التاريخ الحقيقي لعمال مصر ان الناس دي تعبت وشئيت كتير لبناء هذه الدولة واللي بيحصل دلوقتي هو استمرار للتاريخ السابق يعني انا بعتبر اللي حصل في السرد العالي كان بداية من البدايات الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة المصرية ويمكن بناء الجمهورية الجديدة اللي بيتم دلوقتي ده استكمال لمراحل سابقة مش والدة النهاردة يعني عمال مصر على مدار سنوات طويلة بالفعل يعني كان دايما بيتكلموا على مسألة يليهم حقوق ومكتسبات ويمكن الفترة دي بالفعل يعني فيه توجه لدى الدولة المصرية ان لابد ان احنا نقف مع العامل ونسند العامل النهاردة ما تشفيش حد النهاردة مثلا واقف يقول انا ما قبطش مرتبي سياسة الدولة ان كل العمال بالنسبة للمرتبات لازم يجي اول الشهر ياخد مرتبه كنا في فترات طويلة يوم خمسة ويوم سبعة ويوم تسعة في الشهر تلاقي يقولك لا انا ما قبطش مرتبي لا في السياسة دلوقتي مسألة الاجور لو جينا بقى لو كلمنا بقى عن الاجور بشكل عام خلال السنوات اللي فاتت يعني كان مصر كان فيها يعني نظام اجور من اسوأ الانظمة اللي موجودة في العالم كنت تلاقي كل فئة لها نظام اجور مختلفة عن التاني كنت تلاقي تروح مصلحة حكومية لقى اللي في الضور الثامن لهم نظام اجور ولي في التاسع لهم نظام اجور مختلف كانت التحديد الاجور كان بيبقى على قوة العمال دول اللي يقدروا يعملوا مشاكل لا اديهم دول طيبين لا ما تدهمش لكن من 2014 لغاية النهاردة ابتدى نظام الاجور يتغير في مصر وابتدى يبقى فيه حد ادنى للاجور بيتطور بشكل طبيعي ومنتظم مع تطور الاسعار اللي موجودة الحاجة التانية النهاردة لما تيجي تحسب الحد الادنى للاجور تطور 8 مرات من 2017 لغاية النهاردة وصل الى 6000 جنيه انا بعتبر ان ده تطور مهم جدا ده بالاضافة كمان للحوافز المالية او المنح اللي بتصرف للعمال خلال المرحلة اللي فاتت الجانب الانساني للجمهورية الجديدة في الحياة مختلف يعني شفناه في دعم المعاشات شفناه مع زاوي الاحتياجات الخاصة وفيما يتعلق بالعمال لم تنس ايضا الدولة المصرية العمالة غير المنتظمة كلامي عن فئة ربما كانت الاكثر ظلما على مدار عقود طويلة جدا كانت بتعاني من التهميش ما عندهاش تأمينات لو حد فيهم اتصاب خلاص يعني في عيلة كاملة وراه ما تعرفش هتعمل ايه بكرة الدولة المصرية حملت ايه فيما تعلق بالتأمين على حياتهم بتسجيلهم باعارتهم للخارج من خلال هذا التسجيل بعدد كبير جدا من القطوات شوف الدولة المصرية منذ سنوات ابتدت تبص للعمالة الاقل دخلا اصبحت هدف بالنسبة لها زي ما قلت لحضرتك الحد الادنى الاجور تتطور ثمان مرات ده للفقات ده للعمال المنتظمين ده الكل كلام سليم كمان العمالة غير المنتظمة كانوا هدف للدولة المصرية منذ سنوات طويلة ويمكن شوفنا ساعة قزمة كورونا ازاي تصرف لهم ست منحة ازاي خلال فترة برضو بعد فترة كورونا مباشرة اتعمل لهم ما يسمى بشهادات امان يمكن كمان على المستوى التشريعي الدولة اهتمت بيهم سواء على قانون التأمين الاجتماعي في قانون التأمين الاجتماعي او في قانون التأمين الصحي لو جينا نظرنا لقانون التأمين الاجتماعي هنلاقي ان الدولة يعني او القانون نص ان الدولة المصرية تتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل وهو والعمل يتحمل قيمة اشتراكه بس عشان ده لو جراله حاجة او وصل لسن ستين يبقى ليه معاش في قانون التأمين الصحي الشامي الجديد اللي طبق في بعض المحافظات ولسه يطبق في الباية بينص على أن أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة هذا القانون وأن الدولة سوف تتحمل قيمة تشراك صاحب العامل وده برضو من ضمنهم العمالة غير المنتظمة وإحنا شوفنا الرئيس في عيد العمال اللي فات أعلن عن إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة والصندوق ده هتولى كل الأمور الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من تدريب تسقيف تهيئة فرص عمل كل حاجة هيبقى من خلال هذا الصندوق الدولة حتى نصب عينيها هذه الفئة من العمالة بحيث لأن دول خارج دول الاقتصاد غير الرسمي لأنهم كمان خلال المرحلة اللي جاية لو أضيفوا كمان للاقتصاد الرسمي هذه العمالة هتستفيد بشكل قوي جدا والدولة هتستفيد برضو بشكل قوي جدا فالاستفادة هتبقى للطرفين ما فيش طرف هتستفيده وطرف لا أستاذ مادي فيه جانب آخر حياء الدولة المصرية اشتغلت عليهم مهم جدا وهو فكرة تدريب وتأهيل العمالة المصرية تدريبهم وتأهيلهم بقى إن كان لأنها تغذي السوق المحلي بعمالة مدربة أو حتى لتغذي بيهم الأسواق الخارجية فكرة التأهيل والتدريب دي مهمة جدا إزاي اشتغلت عليها الدولة المصرية وكانت إيه الرؤية؟ شوف إحنا بقنا سنة طويلة عندنا مركز تدريب وكل وزارة عندها مركز تدريب بس ما كانتش مفعلة بالشكل أو للأسف ما كانتش بتتلقم أو بتتطور مع إحنا عندنا أنماط وظيفية بتادي تتصار بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية يعني فكرة إن الصبح العام اللي يصحى من إنهم الصبح يركب العربية الشركة ويروح يشتغل وبتاع ما بقتش دي هي الفكرة المسيطرة بالشكل القائم يعني عندنا المهن المختلفة يمكن شوفنا الرئيس من كم يوم من ثلاثة أيام كان بيتكلم عن الناس اللي بيشتغلوا في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة ودول ما بيروحوش يعني كتير منهم ما بيروحش شغل لا ده ممكن يشتغل من البيت وممكن 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 فألماط الوظيفية أصبحت عندنا جديد بتتطور بشكل كبير فكان لابد إن إحنا نعمل مراكز تدريب يعني إيه يعني تتماشى مع هذا التطور وبالفعل الدولة بتتدت تخطو خطوات في هذا المجال بحيث إن إحنا كمان نوفر فرص عمل للداخل وزي ما قلت حضرتك إن إحنا كمان إحنا دولة مصدرة للعمال وخلينا صرحة يمكن إحنا بنسمع الأيام دي كمان إن ليبيا عايزة 2 مليون عامل ومش مصري وده هنحتاج كمان نعظم من دور التدريب المهني خلال الفترة اللي جاية عشان نقدر نعد إعداد كامل هذه العمالة عشان تروح لأن دي هتبقى برضو حكاية سفر أو شغل العمال المصري في الخارج يعني ده ركيزة برضو من ركاز الاقتصاد الوطني عمال المصانع المصري هم الركيزة الحقيقية في بناء الصناعة دولة المصرية عملت لهم إيه بص الدولة المصرية دايما مهتمة بالعمال يعني الدولة المصرية الحالية دايما مهتمة بالعمال يعني مثلا احنا دلوق يعني فيما عملنا خلال الفترة اللي فاتت على المستوى التشريع يعني عملنا قانون للتأمنات الاجتماعية عملنا قانون لقانون التأمين الصحي عملنا قانون للنقابات العمالية عملنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكان العمال جزء مهم كان العمال جزء مهم فيها الدولة المصرية بتحرك الأجور عمل البص مش مسألة تحريك أجور بس إزاي يعمل منظومة أجور جديدة إزاي يعمل منظومة أقرب فيها المسافات بين الناس إحنا كان عندنا ناس بتقبط مبالغ في الجهاز الإداري للدولة مثلا يعني مثلا الناس بتقبط كمية كتيرة وناس بتقبط إليها جدا يعني أصبح النهاردة فيه نظام بتعامل لتقريب الناس النهاردة بقى كل درجة وظيفية لحد أدنى في الأجور يعني كل الحاجات دي ما كانتش موجودة في الأول النهاردة لما بعمل يعني إحنا الدولة دلوقتي بتفكر في قانون عمل القانون العمل اللي موجود ده لابد إن إحنا نعمله استراتيجية جديدة فكرة جديدة الفكرة الجديدة اللي موجودة في المشروع القانون اللي بتداول دلوقتي إزاي نوفر الأمان الوظيفي للعملين في القطاع الخاص لأن إحنا كلنا رايحين للقطاع الخاص خلال المرحلة اللي جاية خلاص بقت الشغلان شغل الميري لا ده ما بقاش ده هو اللي موجود كلنا رايحين للقطاع الخاص لا الطموح المفروض للقطاع الخاص بس المهم إذا وفر للعامل الأمان الوظيفة في القطاع الخاص ما ينفعش إليه بقى واحد شاب مستقر وعنده بيته وقسرة وإيجار ومية ونور وكل ده وفجأة ما يلاقيه يلاقي نفسه في الشارع لا إحنا لازم نعمل ما فيش حاجة اسمه بفصلة على السوفي لا ما فيش حاجة اسمه أستبارة وسنتة مضيع للعامل قبل ما يدخل إشتغل كل الحاجات اللي كانت بتحصل من بعض الناس مش من كل الناس لابد أن احنا نعالجها في القانون الجديد وابعندنا قانون عمل جديد فلسفته الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص والدولة متجوبة بشكل كبير مع هذه الفكرة برجان بآخر كمان الحقيقة أنه مصر فيها حرف تراثية ويدوية كتير جدا عندنا حرفيين يعني هيلين الحقيقة لكن مع هذا الإرث الثقيل اللي كنا نتكلم عنه فيه كتير منهم عزفوا عن أن هما يتورثوا أو يورثوا الحرف دي من أسرهم وابتدوا يشوفوا الشغل اللي يقدروا أن هما يحققوا بيما كسب مادية عشان وراهم أسر زي ما احنا نتكلم الدولة اتبنت مبادرات مهمة جدا متعلقة بالمشروعات الصغيرة متناهية الصغر اتبنت أيضا كمان مشروعات وأفكار تسويقية لهذه المنتجات أيضا تدريب وتأهيل فكرة أنه الدولة قررت أنها تتجه مش بس للعبالة في المصانع ولا في البناء التحتية ولا الإنشاءات لكن فكرة إحياء مرة أخرى التراث وفكرة إحياء تاني وجود عامل أو حيرة في مصري تقيل زي ما بنقول العمالة غير منتظمة هدف برضو من هدف التنمية في الدولة المصرية على اعتبار أن العمال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بيقوم عليها اقتصاديات دول كبيرة زي الصين طبعا فإيه المانع النهاردة أن ننمي هذه الصناعات وبالفعل الدولة يمكن توفرت قبل كده عملت مبادرة من البنك المركزي أنها توفر بعض القروض بفوض قليلة جدا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الدولة بتحاول أن هي برضو توفر زي ما حضرتك قلت كده التدريب لبعض الصناعات وفيه سوء يعني سوء لهذه الصناعات اللي أنا عايز أقوله في المسألة دي الأفكار كتيرة بس إحنا مش عايزين كل حاجة نبقى عاديين مسنودين على الدولة يعني بالنسبة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحديدا لابد أن إحنا كمان كل الدنيا تتحرك يعني المسألة مش كل حاجة الدولة 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 يعني تساعد في مثلا قروط ميسرة تساعد في سياسات لكن الناس لازم تشتغل الناس لازم يبقى عندها أفكار جديدة في التسويق الناس لازم يبقى عندها لكن فكرة الاعتماد على الدولة فقط تبقى الدولة هي الأب والأم وكل حاجة ده ما بقاش مطلوب لأن الدولة عندها خمسين ألف حاجة تعملها بتساعدك في البداية فلأ يتديك فرصة تبتدي بيها تتسيب لك سياسة تديك قروط اللي هي الحاجات اللي ما يقدرش يعملها للدولة لكن التسويق المانع إن إحنا يبقى عندنا جمعيات إحنا لازم نرجع ما فيك حتى الدولة بتساعد فيه بس عشان قادر أعمل تسويق لمنتج أي إن كان هو إيه لازم تكون جودته عالية ده صحيح ما نقول إيه مش كل حاجة نبقى عاديم لازم نشتغل بشكل جيد لازم ننتج بشكل جيد إحنا في مرحلة يعني في مرحلة لازم كلنا نشتغل إحنا في مرحلة إعادة بناء اقتصاد وطني من مواجهة تحديات في ظل هذه المواجهة تحديات لازم كلنا نشتغل الحل الوحيد بتاعنا إن إحنا نشتغل ولو الناس كلها اشتغلت ما بقاش عندنا أزمة صحيح الإنتاج صحيح أي طالما بدأنا ننتج ويمكن الرسالة اللي هو يعني في احتفال عيد العمال بكرة والرئيسة يحضره وجود الاحتفال داخل أحد المصانع أو شركات الإنتاجية المصرية هو رسالة إن إحنا كدولة وبعدين ده كمان هيبقى الاحتفال جوا مصنع قطاع خاص هو دعم للقطاع الخاص ودعم للإنتاج ودعم لكل ما هو تصنيع في الدولة المصرية الدولة المصرية طيب ملف التأمين الصحي من أهم الملفات اللي بتمثل يعني هاجس وخوف لدى كل العمال سواء المنتظمين أو غير المنتظمين النهاردة العمل بصحته بكرة مش هيبقى بصحته ده صحيح الدولة عملت ايه بص هو مسألة التأمين الصحي ده هو كان الشغل الشغل للدولة فكرة العلاج وفكرة التأمين الصحي ده دي 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 فكرة آآ شغلة دولة بشكل كبير عشان كده احنا عملنا مشروع آآ يعني أو قانون التأمين الصحي الشامل أن كل الشعب المصري يبقى بتعالج تحت منظومة واحدة ما ينفعش واحد يبقى بتعالج في مستشفى خمس نجوم والتاني يتعالج في مستشفى نجمة لا الصحة حق للجميع دي كانت الفكرة اللي اللي مسيطرة على الدولة ازاي العلاج يبقى حق للجميع فجات فكرة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل النهاردة كل الناس هتتعالج بشكل واحد يعني وبطريقة واحدة وبجاودة واحدة وده يعني يمكن احنا المسألة بقت في مجموعة من المحافظات يعني مشي تباعا بس هي تكلفتها عالية جدا عشان كده الدولة بتقدر يعني بتحاول كل شوية دخل محافظات جديدة محافظات جديدة عشان تطور المنظومة الصحية في كل المحافظات اللي بيتم التطبيق قبل ما يخش او قبل ما يتم التطبيق عشان خاطر الناس يستفيد بشكل جيد من موضوع التأمين الصحي الشامل ان شاء الله هنرجع تاني مع حضرتك لألف العمالة الغير منتظمة في مشروعات قومية كبيرة جدا وكتير جدا الحقيقة دولة مصرية قامت بيها على مدار العشر سنين اللي فاتوا ومعظم الوقت الناس بتتكلم على نتائج او حصاد او ثمار هذه المشروعات القومية لكن ما بنبصش لمراحل انشاء هذه المشروعات القومية اللي بيبقى داخل فيها وفي اطارها جزء كبير جدا من العمالة المصرية اللي بتشارك في انشاء هذه المشروعات الكبرى على مدار العشر سنين دول يا فاندوم مع كم المشروعات الكبرى اللي حصلت ان كانت انشائية سكانية بناء تحتية زراعية ايا كان قد ايه هذه المشروعات نكحت فينات وخفض من نسب البطالة وقدرت انها كمان تحد من فكرة الهجرة الداخلية شوفي المشروعات يعني المشروعات القومية اللي تمت كان ليها اكتر من اتجاه اول اتجاه كان موجود اول اتجاه وهو فكرة احنا كان عندنا عدد كبير جدا من العمالة رجع من ليبيا اللي هم عمالة الانشاءات وعدد كبير رجع من العراق فكان فكرة من افكار انشاء المشروعات القومية ان انا ازاي استفيد من هذه العمالة خاصة ان العمالة اللي رجع او الفئات اللي بتشتغل في دولة اذا كان العراق او ليبيا هي عمالة الانشاءات فكان فكرة من ضمن الافكار هي فكرة ان احنا نعمل مشروعات قومية نمتص جزء جبير من هذه العمالة عشان خاطر نقدر نشغلهم ونقلل من طبور البطالة وان كمان وتدوير عملية العجلة الاقتصاد كان لازم نشد دول معنا لان تعرف الانشاءات بتشغل اكتر من خمسين مهنة وبالتالي كان قدرنا نستفيد من هذه العمالة بشكل كبير جدا وعدد كبيرة قدرت تشتغل في المشروعات القومية وتعود اه وتعود من ال اه لان احنا عندنا ازاي ما قلت الناس رجعت من ليبيا والناس رجعت من ليبيا بشتغلوا في هذه المجالات فدول يعني للامانة الدولة قدرت تمتص منهم عدد كبير ويشتغلوا بشكل كتير في هذه المشروعات ده بالاضافة ان كمان ان المشروعات القومية دي عملت بنية اساسية جديدة للصناعة او جد بنية اساسية جديدة للتنمية النهاردة الناس بتعيش دايما جنب الطرق الناس بتعيش جنب المياه يعني فكانت الطرق والكباري والعديف فكرة جيدة جدا لمسألة تعتبر بنية اساسية للصناعة وده هنشعر به خلال السنوات الجاي النهاردة الدولة عاملة هدف خلال المرحلة دي صناعة وزراعة الصناعة هتلاقيها جنب الطرق وهتلاقي الزراعة لان طبعا احنا يمكن بنعاني خلال السنوات اللي فاتت ان احنا كنا بندي اراضي للخارجين طب الخارجين بيزراعوا طب هيصرف المنتج ازاي او هيوصلوا لاماكن يعني بيعوا ازاي ما بيعرفش فكات الناس بتخجروا الاراضي النهاردة بقى عندي شبكة طرق كبيرة عندي شبكة كبارك كبيرة النهاردة لو حد قدر يزرع هيقدر يوصل للأسواق بسهولة حد برضو عنده صناعة هيقدر يوصل للأسواق بسهولة فكانت دي بنية اساسية كانت مهمة عشان اقدر اعمل تنمية واعمل صناعة واعمل زراعة طيب بخلاف التدريب اللي كلمة تعاليه جمانا ملف التعليم الفني انا عندي الطالب وهو جاي بيتعلم بعض الاشياء البسيطة اللي هي مش عايزة اقول ان هي زي ما بيقولوا كده الاساسيات بيخرج لسوق العمل بيلاقي حاجات افضل او حاجات اكبر من كده كان عندنا على طوال التاريخ عدد من المشروعات اللي اهتمت ببناء العامل الفني احنا وصلنا فيه تحديد شوف انا عايزة اقول لك الحاجة احنا كان عندنا مشكلة في التعليم الفني في ثقافة الشعب نفسه نفسه الشعب نفسه جوانا كلنا احنا بنتعامل مع الطالب اللي بخش تعليم فني على انه طالب فاشل صحيح حقيقي ودي كانت العقدة ده رغم ان في اوروبا هو ده الاصل هو ده الاصل ده حقيقي كلام سليم تعاملنا او ثقافتنا دي كانت بتخلي اي ولي امر عايزة بنخش اي حاجة موهل اربع سنين وخلاص عشان ما يبقاش فاشل لان ده هو الفشل يعني هو ده الفشل اللي نخش موهل متواصل فعشان كده احنا عندنا سوق العمل للأسف انهار مشوه لان احنا عندنا مخرجات تعليم وممكن الرئيس اكد عليه في كلمته اول انبارح عندنا تعليم بس ما عندنا سوق عمل وسوق العمل مالوش علاقة بمخرجات التعليم فدي كانت المصيبة بالنسبة لنا عندنا يعني في اي شركة وفي اي مصنع المفروض يعني عدد العمالة المنتجة 70% وعمل العمالة الادارية 30% او اقل من 30% ممكن يبقى 20% كمان احنا النهاردة بنروح شركات ومصنع عدد العمل الاداري فيه 70% وعدد المنتج 30% ودي مصيبة لان ده بيبقى حمل على المنتج وبيخصره في الاخر عشان كده احنا لابد ان الناس كلها تغير فلسفتها في مسألة النظرة للعمالة او النظرة للتعليم الفني التعليم الفني النهاردة احنا خدم خطوات مهمة جدا سواء انشاء مدارس فنية او انشاء جامعات تكنولوجية وده هيؤثر على الصناعة زي ما قلت لحضرتك النهاردة فيه انماط وظيفية جديدة هذه الانماط الوظيفية محتاجة عمالة من نوع خاص بافكار جديدة بتكنولوجيا جديدة لان العامل اللي هو بيخش دلوقتي او الطالب اللي بيخش مدرسة صناعية او بيخش جامعة تكنولوجية بيبقى كمان الاساس التعليم بتاعه هو التكنولوجيا الحديثة ده مش هنلاقيقة دي ده هيساعد بشكل كبير جدا في تطور الصناعة اللي موجودة في مصر خلال مرحلة لكن المجموعة البينية دي اللي موجودة دلوقتي لازم ان شاء الله من خلال مراكز التدريب ومن خلال تطوير الافكار النازمة تطويرهم وتطوير افكارهم هنقدر نحولهم ان شاء الله لقوة عاملة بشكل كويس ان شاء الله بكل تأكيد قلنا خطوات كبيرة جدا قفزتها الدولة المصرية في هدم ملف تحديد اكيد فيه لسه تحديات بتواجهنا هادك شايف ايه التحديات او ايه النقاط اللي لازم نشتغل عليها الفترة الجاية في هدم ملف يعني احنا خلال الفترة اللي جاية ده مهم جدا مسألة ان احنا نسهل نبني شركات ومصانع احنا كلنا كل عمال مصر عايزة مصانع عايزة فرص عمل هو ده ممكن هدف الدولة كمان يعني التقاء مع هدف الدولة في مسألة هي بناء صناعة جديدة خلال المرحلة اللي جاية لان بناء الصناعة هو ده بالتأكيد هيبقى اساس لدفع عجلة الاقتصاد للامام عندنا كمان برضو بعض المشروعات القوانين ان احنا محتاجينها خلال الفترة اللي جاية تطوير العمالة غير المنتظمة وانهم يدخشوا الاقتصاد الرسمي ده مهم ده برضو هدف لنا خلال المرحلة اللي جاية المرحلة اللي جاية هي فيها يعني احنا بناء ما لمزيد منها التقدم بالنسبة للعمال بالنسبة قوانين جديدة يعني برضو تطوير التأمين الاجتماعي بشكل كبير تأمين برضو تطوير يعني او الانتهاء بشكل اسرع من موضوع التأمين الصحي الشامل كل دي احلام وطموحات للعمال خلال المرحلة اللي جاية ان شاء الله بنشكراك فادنا بالاستاذ مجد البدوي نائب رئيس التحدي العمال نورتنا وشرفتنا ممكن تكلمي عن ابرز واهم الملفات اللي بتواجه ملف العمالة سواء المنتظمة او غير المنتظمة واهم الاحلام والمشروعات والطموحات والتحديات اللي بتواجه العمال في عيد العمال بنشكراك فاد من نورتنا وشرفتنا شكراك فادنا شكراك فادنا